قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إجراء تحقيق فوري مع المسؤولين عن موقع صحيح مصر وإحالتهم إلى النائب العام حل ثبوت المخلفة المنسوبة إليهم وطلق المجلس اليوم عدة شكاوى بقيام هذا الموقع بنشر أخبار كاذبة وإشاعة الفتن بين جموع الناخبين بقصد تشويه صورة الانتخابات التي تجرى وفقا لأعلى المعايير الإعلامية على المستوى الدولي ولم يتم منع أي وسيلة إعلامية تقدمت لتغطية الانتخابات حتى لو كانت غير مرخصة من المجلس وذكرت الشكاوى أن هذا الموقع يقوم بارتكاب كافة المخالفات التي تتنافى مع الأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس وكذلك المعايير الدولية والمصرية للتغطية الإعلامية للانتخابات وحفاظا على ما يقوم به الإعلام المصري من دور كبير في تغطية الانتخابات فإن المجلس لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على العدالة الإعلامية والالتزام بالمعايير القانونية والمهنية والأخلاقية وأهبت هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالالتزام بالضوابط والمعايير الصادرة عنه وعن الهيئة الوطنية للانتخابات وعدم إذاعة أو نشر أخبار كذبة وعدم الترويج للأخبار المكهلة ترجمة نانسي قنقر